يوم الجمعة الماضي كان هذا المحل المخصص لبيع الذهب والحلي بحي النرجس بفاس مصرحا لجريمة سطو مسلحة على الطريقة الهوليودية ففي تمام الساعة السابعة مساء تعرض عيسى وهو صاحب المحل لهجوم من طرف ثلاثة أشخاص قدموا إلى المحل تحت دريعة التسوق لتحول المشهد بعد ذلك لهجوم خاطف تعرض على إثره عيسى لطعانات جعلته يخر أمام الأمر الواقع يوجد التسوق كله دائم من الحالي اخي ... لتقوم بقيت عقل بالضبط جاء عصابة قم بصدها في حسابة ففاوية الظلعة وعلقوا بكهم هاتف في حيث يجب علي مخصوص صغير و أحدهم عصابة وعالي أحضر لي مخصوص صغير للعائلة و خاتم نحاول مخصوص وخاتم لأيباي وعالي أريد ان تأخرى عينيب هذا ففاوية لتصل وحوصي الانهايب ففاوية التسجيلة التي تستطيعها جانب لي ابدا اعاد الوحاء تحريات الفراق القضائية والعلمية للشرطة مكنت من تحديد موقع السيارة التي تم استخدامها في عملية السطو بأحد مرابد مدينة ويسلان دواحي مكناس تم العثور على السيارة التي خدعت بدورها لمراقبة مستمرة على مدار الساعة يوما بعد ذلك ألقي القبض على عنصرين من العصابة لتفضي التحريات إلى مشتر المواد المسروقة وسيدتين ساهمتا في الوساطة واختباء الجنات حول الساعة السابعة مساء أقام العصابة تتكون من أربعة أشخاص بالاعتداء على صاحب المحل تحتهديد بالسلاح الأبيض وحلت عرضه لضرب الجرح وقابوا بالسطو على مجموعة كمية مهمة من الحيلي بعد إشعار قاعد المواصلات إشعار المطرف قاعد المواصلات تكتف التحريات الميدانية بتنسيق مع الفرق الوطنية بدال بيضاء ممكننا نشخص لهوية تعهد لأربع لجونات التدخل سريع لفرق الشرطة مكنت من استرجاع كافة المسروقات وهي عبارة عن كيلوغرامين من الحلي الذهبية ومبلغ من المال فيما التحريات ما زالت مستمرة حول شريك رابع يوجد في حالة فرار